وزيرة التربية الوطنية نورية بنغا بريط عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بخصوص الدخول المدرسي المقبل وكذلك لضمان تأطير الكافير للمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث أعلنت تقديمها للشركاء الاجتماعيين تدابير إضافية على سبيل الرخص للمشاركة في الامتحانات المهنية بعنوان 2017 للترقية إلى رتب رؤساء المؤسسات وكذلك التي أقول كانت مطلبا لهم والمتعلقة بالترقية إلى رتبة مدير ثانوية وتخفيض الأقدمية المطلوبة لنظار الثانويات من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات على الأقل مع تمكين الأساتد الرئيسيين في التعليم الثانوية الذين يثبتون عند تاريخ إجراء الامتحانات المهنية أقدمية ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو سبع سنوات أقدمية عامة وفيما يخص الترقية إلى رتبة مدير متوسطة يشترى التخفيض الأقدمية المطلوبة لمستشارية تربية المنحدرين من أسلاك التعليم والمستشارين الرئيسيين للتربية المنحدرين من أسلاك التعليم من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات على الأقل وتخفيض الأقدمية المطلوبة للأساتد الرئيسيين في التعليم المتوسط من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو عشر سنوات عامة على الأقل كذلك بالنسبة إلى ترقية رتبة مدير مدرسة ابتدائية تخفيض الأقدمية المطوبة لمساعدين مدير المدرسة الابتدائية من خمس سنوات إلى السنتين على الأقل وكذا تخفيض الأقدمية المطوبة للأساتد الرئيسيين في المدرسة الابتدائية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو سبع سنوات أقدمية عامة على الأقل عند تاريخ إجراء الامتحان المهنية